بسمك اللهم وبحمدك وصل اللهم على سيدنا محمد النبيك وآله الطاهرين واللعم الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان كلامنا ولا يزال في الفصل الثامن وهو النقد والنسيئة وصل كلامنا إلى مسألة ميتان وخمسة إذا عين عند المقاولة لبضاعته ثمنا نقدا وآخرا مؤجلا بأزيدا مين فابتاعها المشتري بأحدهما المعين صح المسألة كالتالي كنا اتفقنا إن أي تأجيل هو خلاف طبع العقد سواء في ذلك المثمن أو الثمن فهو خلاف طبع العقد وطبع العقد ناجز فإذا ما خرجنا إلى خلاف طبعه وجب توضيحه بالضرورة في صلب العقد أو يبتني عليه العقد كما تقدمت الإشارة إليه وعليه ولا نسمح بالإبهام أو الإيهام في هذه الشروط التي ستخرج العقد عن طبيعته ومنها أنه لا يجوز الترديد بين أجلين في تأجيل دفع الثمن من قبل المشتري طبعا ويجري الكلام بحق البائع لكنه في بحث آخر يعني لا يسمى نسيئة كلامنا هنا كلامنا في النقد ويقابله النسيئة والسلام لكن النسيئة لأنها دين في مقابل حال لأن البائع هو الذي أنشأ البائع أصلا وذلك قبل يقول حفظه الله يحصل هذا بين الباعة يكتب على بضاعته قيمتها ألف حالة وقيمتها ألف وخمسمائة مؤجلة يحصل هذا في عرض البضائع بل ويزيد وعن الله على يزيد بل ويزيد الأمر أحيانا في تأجيل دفع الثمن فيزداد الثمن فيزداد الثمن تدريجيا بلحاظ المدد التي يؤجل لأجلها ويأتي البائع يأتي المشتري ويختار عندما يحطار ويطفق مع البائع على سيغة من الصيار هل هذا جائز؟ لأن المشتري قد رأى خيارات في الأثمان وخيارات في الحال في النقد والنسيئة والتأجيل هل يجوز هذا؟ قال للبائع ما يشاء من العرض والطلب من المشتري لكن عند إتمام المعاملة يجب تعيين أي من الخيارات تلك فلا يصح أن يقول يعني هذه المسألة انعقدت لأجل هذا الذي سأبينه وهو باطل هذا الفرع باطل وهو لا يصح أن يقول البائع بعتك السيارة حالا ثمنها بألف ومؤجلا ثمنها بألفين أو بألف وخمسمائة قال قبلت قبل على أيهما إيجاب واحد مردد بين ثمانين وقبول واحد مردد بين ثمانين وحالتين النقد والتأجيل هذا باطل أما غيره مما يجتمع مع الوضوح ويرتفع عن الإبهام هذا فجائز مثال الجائزي أن يقول يا أخي أنا عرضت السيارة عليك حالا ثمنها بألف ومؤجلا ثمنها بألفين فاختر ما تشاء قال أنا اخترت الحلول لأنه أوفر في السعر قال مباركة عليك أو يقول أنا اخترت التأجيل لعدم وجود رأس المال الآن قال مباركة عليك هذان جائزان إذن المبطل له لهذا العقد يعني هو الترديد بين ثمانين بحالتي التأجيل والنسي هذا مبطل ولهذا عقد المسألة حفظه الله فقال إذا عين عند المقاولة المقاولة يعني عند الاتفاق عندما يتفقان عندما يتقاولان ويتحادثان إذا عين عند المقاولة طبعا هي صارت عرف تجاري فيما بعد المقاولة صارت من مكاتب المقاولات هي بالأصل التقاول في اللفظ الاتفاقات التي تبرم وإلى آخره فصار عرفا تجاريا بأنه يتقاولان فيصفقان ولذا عبر عن هذا بالتقاول وصار له شركات خاصة اسم المقاولات لأن اتفاقات تبرمها وتنجز عندئذ بالصفقة فسميتا هكذا مقاولة وصفقة قال إذا عين عند المقاولة يعني البائع لبضاعته ثمنا نقدان وآخر مؤجلا بأزيد منه مع الشفر معنى بأزيد منه كم هو الأزيد إلى آخره المهم بهذا الترديد ومؤجلا وآخر مؤجلا بأزيد منه فابتاعها المشتري يعني اشتراها يعني طلب بيعها له فابتاعها المشتري بأحدهما المعين صحيح إن البائع قد خيره بين خيارين فاختار قبل الإجراء المشتري اختار قال قبلتها بالمؤجل قال قبلتها بالحال لا فرق قال فابتاعها المشتري بأحدهما المعين صح أما هذا الفرع الباطل أما لو باعها بثمن نقدا وبأكثر منه مؤجلا بإيجاب واحد والمشتري كمان قبل ذلك بقبول واحد بأن قال يعني البائع بعتك الفرسة بعشرة دنانير نقدا بعشرة نقدا وبعشرين إلى سنة قال قبلت قال قبلت حباك الله وحياك على أيهما قبلت قال قبلت على ما يشاء ولا نختلف هذا ما قع به المؤمنون يعني واحد يجي مثلا من باب الضرورة قصد إليك أن تبيعه الدار وأنت مستغن عن بيعه بس برا به تخدمه تعرف حاله وتعرف قصور يده مشاهك فالآن تعطيه أنت هذين الخيارين تقول يا باب هذا الدار لك حال بألف حال بمئة ومؤجل بمئة وخمسين وأنت والأجل كله إيهام في إيهام وأنت والأجل يعني وأنت والأمد عندما تستطيع أو أنا لا أريد منك مالا هذا كلام موهم ينبغي للمؤمنين توضيحوا الأمر لا يخصكما حصرا ينسحب على سواكما من غيركما وينسحب على ما يجوز وما لا يجوز أصلا فينبغي التوضيح ولفت الأنظار فإذا قال هكذا طوى المعاملة معه برا به يا أخي البر شيء والمعاملة الشرعية ذات الحدود شيء آخر بره وبر ربك به فإنه أخوك وبر الله تعالى حسن على كل حال سامحه صالحه أعطه بس لا تمضي معاملة فيها شبهة المهم بعتك الفرسة بعشرة نقدا وبعشرين إلى سنة فقبل المشتري قبل ماذا؟ قبل هذا الخيارين قبل هذا التردد بين الخيارين هكذا فقبل المشتري فالمشهور البطلان ثلاث أقوال عندنا هل عندنا ثلاث أقوال؟ قول مشهور وهو بطلان المعاملة قول لبعض الفقهاء من المعاصرين أيضا بعض في حد من يقول هذا القول قول الثاني شو هو؟ تصح المعاملة ويلزم البائع بي الثمن الأقل والمدة المضروبة يعني يقع البائع عندنا إذن نسيئة لكنه بأقل الثمنين ما هو قال بعتك الدارة بمئة حالة عفوا بعتك الدارة بمئة حالة وبمئتين مؤجلة إلى سنة هذا القول الآخر يصحح المعاملة يعني يلزمك بتسليم الدار ويلزمك بالالتزام بالآجل أنت المشتري إلى سنة هذا القول الثاني المصنف حفظه الله ما لإلى صحة المعاملة في الجملة ما لإلى صحة المعاملة لكنه حفظه الله لم يلزم البائع بالثمن الأدنى والمشتري بالجهة الأخرى من جهة الزمن إلا مصالحة أعيد قول المشهور بالبطلان مطلقا وعليه قول كثير من فقهائنا في أيامنا هو البطلان هذا قول قول آخر عليه عديد من الفقهاء أيضا بمن فيهم من عاصرنا يقول بالصحة وبإلزام المشتري بالثمن الأدنى لصالح عفوا عفوا لإلزام البائع بالثمن الأدنى لصالح المشتري لكنه ملزوم بالمدة المضروبة أيضا المصنف حفظه الله لم يأخذ بقول المشهور أكيد أخذ بالقول الآخر حتما وهو الصحة في الجملة المعاملة الصحيحة غير باطلة لكنه فعلا ملزم بالحد الأدنى من الأسعار ملزم بالحد الأدنى وملزم بالمدة فيقع بيعه نسيئة وهو لم يقصده هو لم يقصده بالكمال والتمام هو قصده في الجملة هو في الجملة أحد خياريه كان أحد خياريه كان وإذا قال حفظه الله لو قال بعتك الدارة بمئة نقدا وبعشرين وبمئتين إلى سنة أو بعشر وعشرين فقبل المشتري فالمشهور البطلان هذا قول مشهورنا رحمه الله وقيل بالصحة بأقل الثمانين بأقل الثمانين قيل بالصحة بأقل الثمانين بعد بعد مؤجلا مش ذكر المصنف رحمه الله هون أي الأجلين هو أجل واحد لأنه الثاني مش مؤجل الثاني نقدي خيار نقدي وخيار مؤجل جميل إذن بأقل الثمانين مؤجلا يعني إلى المضروبة من المدد إلى المضروبة قال حفظه الله ولا يخلو عن واجه شو هو اللي يخلو عن واجه الباع الصحة المعاملة هذه لا يخلو عن واجه وكلمة لا يخلو عن واجه في عرف المسائل الشرعية في عرف الرسائل العملية فتوى فتوى لو أبقاها حفظ الله هكذا ولا يخلو من واجه لالتزمنا بكل ما تقدم يعني لالتزمنا بالصحة بأقل الثمانين مؤجلا الآن نلتزم بالصحة في الجملة لقوله ولا يخلو عن واجه لكن فلا يترك مراعاة مقتضى مراعاة مقتضى الاحتياط فيه فيه وين بهذا الثمن بإلزامه البيع الصحيح بالثمن الأدنى لا معنى لأن تقول فلا يترك مراعاة الاحتياط فيه في البيع يعني فيه صحة البيع لا مش مقبول العبارة هكذا بتصير ليه مقفت قال ليه يخلو من واجه جيد فلا يترك مقتضى الاحتياط لو كان العقد غيره صحيح لا ما فيه داعي الاحتياط هنا إنما تفرع الاحتياط لأجل صحة البيع طيب الاحتياط بماذا الاحتياط بالمصالحة بين الأثمان بين الثمانين أو للمصالحة والمساومة على قضية المدة إذن البيع صحيح ولكنه ولكنه يلزم بأقل الثمانين بالمدة المضروبة قال لا بد من مراعاة الاحتياط ولا بد يه فتوى إما التقايل الصلحي وإما المعاوضة الأخرى العائدة برفع الضرر والغرر عن المتضرر منهما أو أو بالتالي لا بد من حل شرعي مرضي حبيبي يعني البيع صحيح أحسنت بأقل الثمانين إلى مؤجلا بالضبط هو هذا قال بعتك الدار بمئة حالا وبمئتين مؤجل إلى سنة ولمصلحة الزمن زاد في السعر هو قال قبلت المشهور هو البطلان مشهور الفقهاء هو البطلان والبيع من رأس أنا أم الله عليك القول الثاني هو قول بعض فقهائنا يقول المعاملة صحيحة ونلزم البائعة بالعشرة يعني بالمئة بالأدنى بالعشرة ونلزمه بالزمن أيضا المصنف حفظه الله قال بالصحة البيع صحيح لكنه يلزم بأقل الثمنين كما قفت بعض الفقهاء يلزم به بأقل الثمنين وقال له بعشرة حال وبخمستعاش مثلا أو بعشرين إلى سنة ألزمه بالعشرة زين ألزمته بالعشرة فلما لم تفرض عليه الحلول بالثمن هو هذا المصنف حفظه الله قال أحطاط فيهما هذه كلمة فلا يترك مراعاة الاحتياط عائدة لوين عائدة لأقل الثمنين مؤجلا لتنتين عائدة للثمن الأدنى وللمدة المضروبة أيضا يعني من جهة أصل المدة والحلول لا بد من احتياط وفي أصل الثمن الأعلى أو الأدنى لا بد من احتياط انتهى الفرع إذن في مقابل قولين لنا قولين لفقهائنا ثم عرج حفظه الله وقال أما لو باع هذا متفق على بطلانه فيما أعتقد قال المصنف حفظه الله أفتى بالبطلان ومش في مقابل فتوى أخرى لأنه قام على ما أعتقد متفق على بطلانه شو هو هو لو باع بثمن إلى أجال وبأزيد منه إلى آخر شو فرع الفرع الأول الفرع الأول كان حالا بهالأد ومؤجلا بكذا الفرع الثاني هذا الباطل قال بعتك الدار بعشرة بعتك الدار بمئة بمئة إلى سنة وبمئة وخمسين إلى خمس سنين ما في حلول في الحالين ما في نقد في الخيارين في الخيارين قالوا قولا واحدا بالبطلان لا قبض ولا إقباض لا استلام ولا تسليم فإيهام في الزمنين وإيهام في المتفق عليه بينهما يعني لا هو البائع حداد ولا المشتري أيضا ارتضى هنا خرجت عن مسألة الإسلام التسليمي أصلا وإذا أفتى حفظه الله بالبطلان وظني أنها متفق عليها إذن عقدت المسألة لهاتين الخصلتين مسألة صحيح كلامنا في البايع ولكن لشدة علاقة البيع بالقروض والديون تداخل المسائل باعتبار علاقة ما نحن فيه والنسيئة والإنساء في الأجل أصلا صحيح بيع مؤجل الثمن بس يعرف أنت بس نقول مؤجل الثمن يعني صار دينا هالدين هذا الثمن كان يجوز بيعه لك مرة أخرى أنت البائع يجوز لك أن تشتريه مني بل يجوز لك أن تبيعه وهو في ذمة إلى آخر أليس كذلك فأنت تبيع دينا فليلتفت هذا الدين يحتمل فيه بقوة الملامسة للربار الملامسة للربار ولذا سيفصل حفظه الله في بعض المسائل التي تدخل الربوية فيها في القرض الربوي وإن كان كلامنا في البيع أو في البيع الربوي لأنه في الذمة قال لا يجوز تأجيه طبعا أنت في بيلكون أن الدين أعم من القروض هو لا يكون هو يكون انشغال الذمة يعني شغال ذمتك في مقابل عين المال نفسه يعني أنا أقرضتك ألفا فانشغلت ذمتك لي بألف هذا الدين اللي انشغلت ذمتك فيه مقابل إيش خم مقابل هذا المال عينه بس أن تملك في القرض عين المال وترد لي أمثالها قيمتها بترد إلي مشاك يعني أصلا من مقتضى الدين من مقتضى الديون القروض يعني من مقتضاها أن تملك أنت عين الذي استدنته وإلا وشو الفائدة من القرض إذا أنا بعدني ملك أعيان المال اللي أنا دينتك إياها يعني بعد سنة سنتين تجيب لي عين المال اللي أخدته مني عين الدرهم والدينار مثلا قم أنت إنما تدينت لأجل حاجة حتى تقضيه وترك بنها وعليه إنشغال ذمتك لي بكم ومقدار ما أخدته مني هذا اسم القرض اسمه من المقراض الدين أحد أفراده القرض وهو أعم فالدين هو من الدين من الجزاء من المدينة ما تشاء عبر هو الدين أحد أفراده القروض وهو عبارة عن انشغال الذمة بجزاء انشغال الذمة بجزاء شو ممكن يكون هذا الانشغال يا أخي الجناية تشغل ذمتك شو بينقال ساعدة ذمتك مشغولة بإيش بدين مش بقرض قد يكون جناية وقد يكون ضمانا منت أتلفت شيئا من مال فلان وانشغل الذمة بالضمان هذا دين يا أخي قضاء ما على أبيك من عبادات هذا دين والدين إذن أعام يا أخي أنت في مقام نسيئة في البيوع إذن شغل الذمتك بشون شغل الذمتك بدين مش بقرض أنا ما أقرضتك فإذن القرض أحد أفراد الدين وله أحكام في شريعتنا المقدسة تخصه من أهمها وأخطرها إنه لا يجوز الزيادة حين القرض والإقراض مطلقا مادية ومعنوية عينا ومنفعة صغيرة أو كبيرة طارئة أو حاصلة حالة الآن كل زيادة تنشغل بها أنت يعني تلزم بها أنت المستدين تلزم بها من قبل البائع أو أنت تعرضها عفوا من قبل المقرض أو أنت تعرضها على المقرض هذه الزيادة ربوية وهي كإعلان حرب والعياذ بالله تعالى على الله ورسوله هي الربا التي حاربها المولى عز وجل وحرمها وجعلها من أفعال الذين يشرفون على الشرك بالله يشرفون على حد الشرك بالله تبارك وتعالى والعياذ بالله ودرهموا الربا السحط 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 والدمار والتبار غير المبقي نستجيروا بالله تعالى نعوذ بالله فيسحتكم بعذاب من عنده أي لا يبقي ولا يذر فكأن الله تعالى يحذر وينذر سبحانه وتعالى ينذر أن دخول درهم الربا ودينار الربا في دار دليل على خرابها ووجوده في الجيب دليل على افتقارها فإنه بالوضع يعني بذاته مشؤوم غير انشغال الذمة وعدم التملك والحرمة الشرعية وإلى آخره فمال مشؤوم فيه السحط يعني فيه الدمار فيه الخراب نعوذ بالله فأحكام القروض وأحكام البيوع الدينية صرحنا فيها نعبر هيك لو صار معرف الدين والقرض بفرقه تشتبه فيما بينها لأنها فيها اشتراك بس فيها فوارق فيها فوارق يقول في البيوع لا ربا في كل شيء إنما الربا في خصوص المكيل والموزون شو بيخرج؟ المعدود لا ربا في المعدود بعتك ألفا بتسعمائة من العملة الكذاهية حلال بس أقرضتك ألفا على أن تسدني ألفا ومئة حرام الأولى حلال أني التحرام الأولى البيع حلال بعتك ألفا بألف ومئتين من العملة الكذاهية حلال العملة الكذاهية الكاش الورق مش بدأ تكون عملة النقدين ذهبوا فضة يمكنك صار من الموزون هذا في المعدود في أي شيء يتعاطى العرف في بيعه بعدا هذا لا ربا فيه بالزيادة أما في القارض فلا أقرضتك ألفا والعياذ بالله بألف ومئة مش والعياذ بالله أني أقرضتك لو مئة بقرتك بس أنه يعني والعياذ بالله أني اشترت الزيادة فأقرضتك ألفا بألف و تعليم ولدي بألف و صلاة عن أبي بألف و زيادة مئة أو بألف و حراثة الأرض مهما كانت الزيادة فهي أحرام جيد وإن كان في المعدود أصلا كلامه في المعدود فلا فرق في القرض بين معدود ومكيد وموزون ولا فرق في الزيادة بين الجنس وغيره من جنسه من غير جنسه من رديئه من جيده أصلا فالقرض مشكلة قال حفظه الله لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بل مطلق الدين طبعا لو وقف المصنب حفظ الله هنا لقلنا أيضا الفتوى محقة يقول صلى الله عليه وآله فيما روية عنه على ما أذكر نص الحديث هكذا مطل المقتدر كفر مطل المقتدر كفر المطل يعني المماطلة المقتدر يعني غير المعصور أمره يا القادر القادر على سداد الديون مماطلته بسدادها على حد الكفر أو هي كفر بالنعم أو على حد الكفر بالله تعالى ذميمة عادة الناس هذه ومشؤومة هكذا معاملات بينهم حتى ليتجرأ البعض على قطع طريق البر أتعلمون إن الدين مستحب أكثر من الصدقة درهم الدين تتضاعف أجوره بين يدي الله عز وجل أكثر من درهم الصدقة فكم من وجه اشترى ماءه وكم من عثرة أقالها الدين يعني وكم من فرجة من كربة فرجها وهي من أعظم المستحبات أن تقف على خاطر أخيك وتقرضه مالا ويمكن ربك عز وجل لا يحيجك إليه طالما أن أخاك يستخدمه عن جد فأي من المستحبات الأكيدة فتخيل أن شخصا اشترى ضرورتك واشترى ماء وجهك بمقدار من المال حرمه عن نفسه وعن جيبه لتنعم به أنت حتى إذا مقتدرت مقتدرت على سداده وحل الأجل مثلا تمنع المستدين عن الرد بل ويجرؤ البعض على الإنكار بل ويتخذ حيلة والعياذ بالله المحاكمة أو غياذ كله من الغدر وكله من الخيانة وكله من الحرام وكله من استعمال نعم الآخرين ظلما فهو على حد الغصب أصلا فلا يجوز تأجيل دفع الأمانات يوما مع القدرة على إرجاعها لا يجوز أصلا إلا برضاه وإن رضي فتبقى أمانة بين يديك تكون مأجور أنت في حفظها له وإذا تباركت الشريعة عندنا في قدسيتها حيث ألزمت البيع في الممتلكات إذا تمنع المستدين من السداد مع القدرة إذا وجد عنده من أملاكه فلا عذر له في عدم السداده إلا برضى المنعم أنا سميته المنعم لأنه فعلا منعم منعم عليك بكرامة فمطل المقتدر كفر ويتعاطى بها الناس في أيامنا حتى منعوا سبيل الخير يعني بعد ما أحد يجرأ من المقتدرين أن يدين يعني أن يعطي دينا فعلا أو يقرض ما عاد عنده جرأة لأنه بعد لا يحسب أن المال مرجوع إليه لكثرة الغدر في هذا فليتق الله عز وجل أصحاب هكذا تعامل فإنه على حد نكران النعمة والكفران بالله عز وجل غير الإثم هو مأثوم فيه على حد الغصب بالله على حد الغصب للمال وعلى حد الشرك بالله على حد الكفر بالله ورواياته مخيفة جدا قال لا يجوز تأجيل الثمن نحن طبعا المصنف ما بدوا هذي الذكرنيهون بس قلت لو وقف المصنف وأكد لا يجوز تأجيل الثمن الحال المعاملة الناجزة فتأجيلها حرام تأجيل الثمن حلاء حرام كتأجيل المثمن حرام بل مطلق الدين أيضا حرام تأجيله حرام انتهى هلأ ما يريده حفظه الله في المسألة لا يجوز تأجيل الثمن الحال حيث لم يشترط المشتري تأجيلا في صلب العقد يقول حفظه الله بل مطلق الدين مطلقا حل الدين لا يجوز أن يؤجل بأزيد منه هو حالها انشغال ذمتك بالضمان دين انشغال ذمتك بالجناية دين وانشغال ذمتك بالقروض دين وانشغال ذمتك بالثمن أيضا دين أليس كذلك في كلها ديون شرعي صارت صار معلوم شو عندنا المطلب المطلب يقوله هي حالات صحيح انت بتطلب تأجيلها مش انت وكل أنثي اللي عن طلع عليك اني مخصكش لأنه فيها محرمات هذه انت بعيد عنها فهو حالة هيها حالات هذه فهل تؤجل بالعوض هو هذا المطلب عقد لهذا هل تؤجل بعوض قال لا يجوز تأجيلها بعوض فهو الربا هو هذا الربا لا يجوز جعل العوض مدا بالزمن ولا يجوز جعل العوض الزائد يعني الزائد على المدين لا يجوز جعل عوض بهدف مد الزمن وهذا الربا المحرم فلو حل الثمن كأكثر البيوع بدون شروط حال لو حل الثمن وطلب المشتري تأجيلا بعوض حرام لو طلب المشتري التأجيل وأجله ذاك لكان مأجورين ولذا قال لا يجوز تأجيل انت هكذا قل لا يجوز تأجيل الديون الحالة كل الديون بما فيها الثمن منه دين صار بذمتك انت خد صيار تلزل الرجل في مقابل شو في مقابل ثمن فلا يجوز تأجيل الديون بأزيد من مقدارها فيك تأجل بس لا تدفع عوض لا تدفع عوض يا أخي أجل بأزيد منه بأن يزيد فيه مقدارا يعني فيه في الثمن يعني يزيد على رقمه على رقم الثمن مقدارا ليش قال ليؤخره إلى أجل هذا الربا بعينه هذا الربا المحرم بس يطلب تأجيل أسهان أحيانا الشرعب يطلب التأجيل من البائع لمصلحة المشتري أو من الذائن لمصلحة المدين وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر وحال لكن تورط يعني ليس عنده البديل وليس عنده المثيل وماذا يفعل إذن تأجيل الديون طارئ شرعي مقبول بل وطارئ أخلاقي مرضي مستحب أصلا للرضا بمثل هذه الأفعال أو الإرضاء لكن بثمن ممنوع حرام بمقدار يعني حرام وعليه وكذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل ليزيد في الأجل إذا حكينا الفرع الأول عن إيش؟ عن الثمن عن ديون الحالات طيب هب أن الدين كان مؤجلا إلى سنة دين أو ثمن ما تشاء عبر أو قرد فكان مؤجل إلى شهر رمضان أحسست بأني غير مستطيع أن أسده في شهر رمضان وأخاف من الحالة الأخلاقية في الخلف فتقدمت إليه في رجب شهر رجب قلت قرب حل الدين وأنا غير مستطيع أو لا أحب أو لا أريد فهل لي أن أؤجل ديني من شهر رمضان إلى شهر محرم بأجل عفوا بعوض قال لا هو 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 إذن لا تأجيل الحال بعوض جائز ولا تكثير أجل المؤجل بعوض أيضا زائد يعني زيادة في أجله وكذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل أصلا يعني الثمن المؤجل أصلا ليزيد في الأجل زيادة معوضة أيضا حرام جميل سيدنا كان الثمن مؤجلا وأنا البائع أو أنا المضمون له هو مش عميك بس عن البائع حفظه الله المسألة قل تشمل كل الديون بما فيها القروض والأثمان والضمانات والجنايات وإلى آخره يقول بس لأن موردنا في البائع خذ هذا المثال كان الثمن مؤجلا فالحق لك وليس لي أن البائع مطالبتك قبل حلول الأجل فهل لي بمصالحة بيني وبينك أنا أبعطك السيارة بألف إلى شهر رمضان يا أخي أنا مضطر للمال والشرع قيادني أنا شرع قيادني قبل شهر رمضان لا يجوز لمطالبتك فهل لي من مصالحة بيني وبينك يا أخي أن تعطيني الآن تسعمائة هكذا أنا أسامحك بجزء من الثمن على أن يحل على أن يحل قال ويجوز عكس ذلك بأن يعجل المؤجل بنقصان منه سيدنا شو بابها هذه بالله بابها شو هو بالله قال شو بابها بابها الإبراء الإنقاص في الثمن إبراء لذمتك من مقداره أليس كذلك وهذا أصلاً أنا يجوز لي أن أبرئك بالثمن على فكرة بتعرفوها الفتوى يجوز الإبراء لذمة الآخر ولا يحتاج إلى قبول فهو من الإيقاع أصلاً يعني أنت مديون لي لأن قطعة مش رح يكون مديون لي لك مش رح يخذ منك فأنت مديون لي بعد يوم أنا أصلاً إنما أدنتك براً بجدك صلى الله عليه وآله هكذا بهذا المعنى لأنه نويت مسامحتك أصلاً كسبت أجر بالدين لأن دين مستحب في ذاتي أكثر من الصدقة خاصة الصدقة الصغيرة إن كنتم حرام عليكم مهم فأعطاه ديناً بنية المسامحة بعد غد وإن كان مؤجر ها مؤجر إلى سنة بعد غد قلت سيداً أنا سمحتك حتى وما قلت لك أخبرت أحداً برئة ذمتك ولا يجب عليك السداد مرة أخرى لا يجب عليك السداد ولا يجب منك القبول الإبراء إيقاعي يعني طرفي مش طرفيني الآن أنا لي عليك الثمن يا أخي سيارة بعتك بألف لسنة بعد يومين قلت أسأل سمحتك بالثمن لا أتوقع لا ينتظر فيه قبول منك وبرئة ذمتك هذا إبراء للذمة عن كل ثمن ومثله إبراء الذمة عن بعضه أقول صالحني بالصلح على شو الصلح على سبيل المدة لأن المدة هي التي قيدتني بالشريعة مش على مسألة الثمن ولا مسألة الثمن أنا حر التصرف ومطلق فيه سيمحك أصلاً إبراءاً مطلقة لكن ماذا أفعل بالثمن إذا أردته قبل مدته قال ما عندي إلا المصالحة على الشو مصالحة على المدة بمقدار يرضيك بأن أسامحك بالنصف قال أبرأت ذمتك بخمسمائة عن خمسمائة بس على أن تسدني ما تبقى الآن هل يجوز هذا؟ قال نعم قال اسم الربا؟ قال أي ربا؟ أي ربا في البين؟ وين المعاوضة؟ قال مقابل الزمن يا أخي مقابل الزمن أن يدفع العوض عالة للزمن لأجل الزمن في الزيادة أما هذا صار من جزء العقد يعني المدة التي ضربت ليست من الزمن الطارئ إنما من صلب العقد صارت قال ويجوز عكس ذلك بأن يعجل المؤجل بنقصان منه يعني بإنقاص من الثمن على وجه الإبراء يعني شو الحجي؟ شو السبيل؟ شو السبب الشرعي في هذا؟ قال هو الإبراء حيث يجوز من رأس ولا ينتظر فيه القبول يقول حفظه الله قال بل على وجه المعاوضة أيضا آه قال حتى المعاوضة؟ ليست من المعاوضة الزائدة لأجل الزمن الزائد بيني وبينك دين قلت لك تؤجرني نبني معاوضة أخرى أجرتك الدار أنا بعتك السيارة الآن بردك تخليلي شي عندي خذه السيارة بعتك وتعقد الدار كما نتأجره وبعد عندي شوية أرض كمان وهبتكي قال آجرتك السيارة عفوا آجرتك الدارة بكذا بالشهر يعني بكذا وشرطت عليك أن تحل مالي أن تحل عفوا أجل مالي مثلا فهل يجوز هذا؟ قال نعم طيب هل يجوز الإنقاص منه في هذه المعاوضة؟ أما حلوله؟ فقل لا شك ولا ريد هذا رضا رضا منك صار آجرتك الدار بشرط أن تحل أجلك وهذا بلا شك جائز طيب بشرط بشرط أن تحل الأجل بإنقاص منه قال جائز جائز يقول حفظه الله ما لم يستلزم الربا وين بيستلزم الربا وأحيانا يكون هذا الشرط مطلوب من قبل المشتري المشتري الأستاذ قداش ما يخدم قداش قلنا على نحنا قلنا على خمسمية قلنا على ألف مثلا ألف شو؟ أنا ألف طن ألف كيلو من الحبوب مثلا هذي قلنا على بيجي بيكون هذا الطلب في التعجيل لمصلحة المشتري مثلا يقول أنا أحل الأجل على أحل الأجل هذا على أن تعاوذني بكذا وبمقدار أزيد يعني تفيدني أزيد في نفس الجنس فائدة للمشتري إذا كان كذلك في جنس مكيل أو في جنس موزون احتمال إشكالية الربا فيها أو يقول أحل الثمن أحل الأجل عفوا بأنقص أعطيك هكذا بس بأنقص مش أنا اللي عم بطلب منك مش الإبراء أنت الذي تطلب هذا شو بيت الربا فيها إيه بلا شك قال سيدنا ما حكم ما يتعامل به الناس وبعض المؤمنين في أيامنا شو هو بيع الأكثر المؤجل بالأقل بالأقل الحال أه لي عليك طن طن من الحبوب من القمح الحنطة يجوز بيع الأكثر المؤجل بس في أجل بيني وبينك إلى شهر رمضان تسدني تعطيني بشهر رمضان فيجوز بيع الأكثر المؤجل بالأقل الحال هل يجوز أنا إلى لك طن بس شهر رمضان بيعهم لحدا أنا بيجوز لي أن أبيعهم وحتى لكم بدمتك وبجوز لي أن أشتريهم كمان ما في مينع فهل يجوز لي أن أبيعها بأقل بشرط الحال قال يجوز بيع الأكثر المؤجل بالأقل الحال في غير ما يوكال ويوزن وصر ربا وأما فيهما فلا يجوز لأنه ربا شو بتكون عملت أنت أصلا بيعت الألف بثمانمية يعني بالأحراء اشتري أنا بيعت ثمانمية بألف أو بيعت أو أنت اشتريت ثمانمية بألف إذن هذا من نفس الجنس وفيه زيادة أخرج عن مقدار الموزون والمكيل أو أخرج عن مقدار التفاوت وإلا فهو الربا بعينه يعني من غير فارق بين أن تكون الوجهة الربوية بين أن أسلمك كيلو بكيلو مئتين أو أن يكون لا بالذمة مش عم سلمك بس بالذمة هني ألف أنا حطيته مثلا أقل منه بأقل في الحال بثمانمية بصلا لا يجوز لا مني ولا منك طيب سؤال ولا يجوز هذا للدائن في الدين المؤجل أن يزيد في الأجل على أن ينقذ المدين بعضه قبل حلول الأجل ومثله بس مش في البايع طرح هذا قرض الحال الأول الفرع الأول بيع ربوي على الطرفين قال ومثله في الحرمة هذا الذي كانت شير لكل لأه أني شدت التدخل قال ومثله في الحرمة ما يجرنا إلى الدين بمثلها كيف أنا إلي عليك دين يا أخي ثمن أو غير ثمن هلأ مش هيك لأن الديون أعام قلنا إلي عليك ثمن دين ومؤجل إلى إلى سنة مثلا هو ألف إلى شهر رمضان تأتيني أنت في رجل تقول بعطيك هلأ ميتان من الألف بس بتمددلي المدة إلى محرم مددلي مدة الباقي إلى محرم أو بزيد لك أكثر على الحالين هذا ربا بس بالقرض مش بالبيع ولذا قال ولا يجوز للدائن في الدين المؤجلي أن يزيد في الأجل لمصلحته التمديد في الأجل لمصلحة المشتري حادة أن يزيد في الأجل على أن ينقد المدين يعني يعطي للمدين لصاحب المال يعطيه بعضه قبل حدول الأجل يعني قبل شهر رمضان بعطيك بعضه بس بشرط تمددلي إلى محرم هي المدد إلى شهر رمضان كانت بينه وبينك مش إلا الآن المهم قبل شهر رمضان هو المدة الأولى كانت لشهر رمضان بيني وبينه لمدة سنة لشهر رمضان يعني بألف نعم بألف أنا لي عليه ألف لأنه كسر لي سيارة ضمان أو أو فيأتي بقبل شهر رمضان يأتي ويقول أنا أحلك بعض مالك بعطيك ميتين من الألف بس بشرط أن تزيد للمدة يعني مقابل هذا التعجيل في خدمتك ها براجب في مقابل هذه الخدمة أن تخدمني أنت وتمد المدة الباقية في الباقي إلى شهر محرم محرم وضحة كيف ما وضحة أفرض ما زاد أنا أعطيك ذكرت الفرعين إيه بس أصلا كانت الزيادة الزمنية هذيك في مقابل هذا التعجيل المنفع المنفعي يعني أليس من المنفع اللي أنا كبائع أو كمدين أنه استلم مالي بالا ما أسلمهم بشهر رمضان قال لي بسلمك يهم خمسمائة بسلمك خمسمائة بشهر شعبان كثل خير أخذ علينا شهر رمضان في معنا شوية قال إيه بس بشرط بشرط شو الشرط مدة زمن مدلي في الأجل مدلي هو هذا الربا الربا هو عبارة عن منافع توضع في مقابل الزمن سواء قال له بعطيك ميتين هلأ وبيبقوا الألف كلهم بشرط تمد اللي يون إذا الربا الصريح والربا اللي لمثله كمان صريح أن يقول أعطيك مئتين هذه منفعة في مقابل هذه المنفعة شو بده بده مدة زمن زيد وهذا كمان أيضا ربا إذا الآن أعطاه مئتين والباقي في شهر رمضان لا ما فيها شيء أبدا بالعكس هذه مسألة اللي بيحكوا فيها الفقهاء إذا طلب إذا إذا سدد المدين دينه قبل الأجل هل يجوز للمدين أن يرفض الاستلام لا واجب عليه القبول هذا مبري ذمته هو كسر الزمن الذي من صالح إلا كما تقدم معنا إذا كان هناك ضرر على البائع أن يسلم الثمن قبل المدة لأنه في سفر أو في حضر أو في حرب أو 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 هذا بيصير لا يلزم بحثوها بحثوها من جهة أنه نعم يلزم البائع باستلام ما في ذمة الطرف الآخر خلاصة من الأمانة خلاصة من الأمانة عفوا عند المصنف البنك مثلا أو يقترب من الشركة ألف فيسددها ألف ومئة أو ألف وخمسمائة على مدى زمن ما هذا ربا فهل يجوز التالي اللي راح اتراحه الآن ثلاث حالات يعني ثلاث حلول أجازها عديد من الفقهاء يرحمهم الله لا أدري إذا كان في حدا من الأحياء اليوم يجيزها يعني ظني المقدس سيد الخوي كان يجيز هذه الطرق التي سأذكرها كان يأتي إلى صاحب المال ويجري بينه ومعاملة ملزمة شرعية بيعية ويشرط فيها الدين ذاك صاحب المال بالأصل هو أصلا يريد أن يستفيد خمسمائة على الألف أليس كذلك بعد سنة أنا أعطيه إياها الآن بقولي بفلان بعتك الكتاب الكتاب هذا قيمته مئة دولار أقول بعتك الكتاب أو بيعني كتابك بخمسمائة الكتاب أصلا لا يستحق إلا عشرة دولارات فرضا أنا أريد أن أرد النفع إليه أن أوصل النفع إليه سلفا كمان حتى أخلص من قضية ثمن الزمن هو الربا حطوه في البال أنتو الربا هو ثمن الزمن يا أخي الفائدة المالية هي في مقابل التعب والعرق والعمل والجهد والإنجاز والإيجاد من الأحداث والصفات وغيره هذا الذي يستحق عليه الإنسان أجرة مش على الزمن وهو خارج طوره أصلا فالربا هو ثمن الزمن وإذا ممنوع بشرعنا فالآن يقول هذا يريد أن يفيده فيقول بعني كتابك هذا بألف بخمسمائة بشرط أن تقرضني ألفا إلى سنة قال قبلت تم البيع وهو بيع لازم وشرطه لازم ولا من زيادة أبد ما صار في عنا زيادة بتقلي إيه ما هو أخذه انسلفا أصلا خمسمائة فليأخذها البيع عند عدم الجهالة بين البيعين غير غرري ما عد فيه غرار ولا عد فيه ضرار أنا أدري أن الكتاب يستحق السيارة تستحق ألفا أنا أشتريها منك بعشرة آلاف تكون أخذت الفائدة أنت يعني ما تريد أن تستفيد منه أخذته سلفا بس إيه فيش مانع فيش مانع لأنه أحد العواضين سلم جيد خيار تيني أو فكرة تيني كان يهبه مهاهب كان يهبه هبة معوضة بس عواضها ليس عينيا عواضها هو الشرط القرض هو قار يقول هكذا أقرأ وهبتك هكذا وهبتك خمسة آلاف هو بده هذاك منه قديش متى عشرة آلاف وصيره ألف خمسة عشر يقول وهبتك خمسة آلاف بشرط أن تقرضني عشرة آلاف إلى سنة قال قبلت دمت هذا واحد تهدي وهكذا يعني عدة من الصياغ في البيع مرة في الإيجارة مرة في الهبة مرة وهكذا هنا نعم لا يخته وفي حل شرعا هو في حل شرعا ولا يجوز للدائن أن يطلبه إذا كان معصورا وبد وهذا مورد الآية قال عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة إذا حل الأجل ولا مال له يعني ولا مال له للمدين للدائن للمديون لا مال له ولا قدرة على البديل ولا على المثيل فلا يجوز إعصاره ولا يجوز مطالبته لا يجوز شرعا يعني أصلا وهذا يكون من باب الإعصار الزائد الحرام شرعا فالمديون في راحة وفي حل طالما أنه تعامل بالأمانة ولا مال لديه فلا يضطر في مثلها إلا خلقيا إلا باب الكرامة فعلى الطرف الآخر يتعامل معه خلقيا وإلا المرجع الشريعة والشريعة تنصف أيهما على أيهما وهنا المنصوف له يعني المنصف له المدعوم شرعا هو ذو العسرة وإن كان ذو عسرة فنضرته إلى ميسر مسألة إذا اشترى شيئا نسيئة جاز شراؤه منه لمين جاز شراؤه لأي من الناس لأن اشتريت مني سيارة نسيئة بألف أو اشتريت السيارة بعقار بمال مش بعقار لأنه عقار يكون بيئة ما عاش نسيئة بقمح بوزن إذا اشترى شيئا نسيئة جاز شراؤه منه من مين جاز شراؤه مني أو من غيري يعني كما يجوز شراؤه يجوز لك بيعه وإذا تقدمت معنا يجوز بيعه ما في ذمتك أنا البائع أنا البائع لم أستلم ما زال في ذمتك فيجوز لي عفوا فيجوز لي أنا البائع قبل أن أقبض أن أبيع ولذا أقول إذا اشترى يعني نفس البائع ذاك اشترى شيئا نسيئة جاز شراؤه كيف جاز شراؤه يعني هذي موردين مورد أول أنا البائع بعتك السيارة بألف بطن من الحنطة طلن الحنطة أنا بعدني ما استلمته فهل يجوز لي أنا أبيعه نعم نعم يجوز لمن لأي أحد بما فيهم أنت ما لم تلزم الربع لأنه هذا موزون التفت له التفت لأنه هو موزون هذا الثمن طيب فرع آخر سيدنا المشتري أخذ السيارة مني وثمنها لم يسدد بعد لأنه نسيئة فهل يجوز لك أن تبيع السيارة قال أيضا يجوز إذن مورد المسألة هنا بلحاظ المشتري الذي لم يسدد الثمن للسيارة أصلا بعد ما سدد الثمن فهل ملكها قال نعم وبالتالي يجوز بيعه قال نعم لماذا ملكه وبرضايا تأجل الثمن فهي ملكك انتهى إذن المسألتان جائزتان بس مورد الكلام عن المشتري ألي يجوز له أن يبيع السيارة التي لم يسدد ثمنها قال إذا اشترى شيئا نسيئة جاز شراؤه منه شو يعني يعني وجاز بيعه من قبله فجاز شراؤه منه يعني إذا آه واحد عارف مثلا أخذت الأخ كذا عارف أنه السيارة أنت مش مسدد ثمنها كما يتعامل الناس في أيام أيامنا في هذه البلاد مثلا الدار ما زال دينا ثمنه فهل يجوز لك بيعه نعم هل يجوز لغيرك شراؤه منك نعم قال إذا اشترى شيئا نسيئة جاز شراؤه منه قبل حلول الأجل يعني بس أنه قبل دفع الثمن دفع الثمن حكمة بعده من دفع لأنه الأجل بعده ما حل أو بعده يعني بعد الثمن عفوا بعد الأجل بجنس الثمن أو بغيره مساويا له أو زائدا عليه أو ناقصا عنه حالا كان البيع الثاني أم مؤجلا سيدنا فيها شيئا ريحة ربا قال نعم إذا اشترط البائع على المشتري ها الأولى لا 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 ما فيها ربا أبدا على الإطلاق ليش بيكون فيها ربا الدار دارك المال ملكك وأنت سلطانه هل ملزم أنت بذات الثمن لا بذات القيمة لا هو ملكك يجوز لك أصلا أنت بيعه بالزيادة بالنقصان بالمساواة مالك لهذا يوضح قبل نفع الثمن قال نعم طيب قبل نفع الأجل قبل حلول الأجل قال نعم هو ملكك المكينو الموزون صار ملكه أصلا يعني يجري فيه ما يجري في الربا وعدم الربا يعني قضي أنا بيعته حنطة المورد هنا أنه هل يجوز له بيع هذه الحنطة قبل سداد ثمنها لي نعم طيب قبل حلول أجل السداد قال نعم بتقولي لا بس ما هذا حنطة ما فيش يبيعه بأقل وإذا حصل لو كان لم يشتري هذا من محصول حصاده لا يجوز له أن يبيعه بأقل أو بأكثر هل يسأل عامة هذه ليست لدخالتها هنا فيقول كل الدخالة هنا هل يجوز للمديون أن يبيع نعم يجوز قبل حلول الأجل نعم يجوز قبل دفع الثمن نعم يجوز انتهى قال نعم مر معنا سابقا إذا اشترت البائع على المشتري في البيع الأول هذا مرت معنا قال بعتك السيارة بألف من الحنطة ألف كيلو من الحنطة اشترت البائع على المشتري في البيع الأول أن يبيعه عليه نقدا بعد شرائه بأقل مما اشتراه به نسيئة أو اشترت المشتري الأزيد في ذريبا أو شرط المشتري على البائع في البيع الأول أن يشتريه منه نسيئة بأكثر مما اشتراه منه نقدا فإن الأظهر فيه البطلان وهذا ممنوع وتقدمت الإشارة إليه وأوربا وضح الفرعي اختي كيف ايه اللي ممنوع هذا المورد اللي أبدي أذكره بعتك السيارة بألف من الحنطة ممتاز ألف كيلو من الحنطة بشرط أن تبيعني الحنطة بعد ما بسلمها بشرط أن تبيعني الحنطة بثمانمائة كيلو يعني يعود بترجع للألف بس كندافع عن هاتمانمائة هذا باطل أو المشتري يشرط علي قال نعم أنا بيعد اشتريت السيارة منك بألف من الحنطة على أن تشتري مني القمحة بألف ومئتين من جنسه تكون هو ربح مرتين كمان هذا ممنوع الحاق يأتي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد مرأة بواهر